اضرار القهوة هل تعلم أن القهوة تنتج الكافيين لإبعاد الحشرات عن شجرتها حيث يعتبر الكافيين سما لهذه الحشرات؟ اضرار القهوة مرتبطة بالشخص الشارب لها حسب جيناته فهناك من يمتص جسمه الكافيين وهناك من يحتفظ به مما يؤثر سربا على تسارع نبضة القلب فالضرار ينتج عن عدم توافق البنية الجينية للشخص وكمية القهوة المشروبة فالكافيين يحفز إنتاج الأضريالين في الغدة الكادرية ويؤثر على الجسم في حالة الاستهلاك المستمر للقهوة وتماما كما في حالة الخطرية تزايد الشد العضلي ويرتفع مستوى السكر في الدم وزيادة نبضات القلب والتنفس لإمداد الجسم بطاقة كبيرة ما قد يؤدي على المدى البعيد إلى إراق الغدة الكادرية والتأثير سلبيا على الدورة الدموية المرتبطة بنبضات القلب مباشرة ويرى الباحثون أن فوائدها تهم مرض الشلل الرعاش والاكتئاب مرض الزهايمر والكبد والقلب باستهلاكها المعتدل حيث يجب توخي الحضر لأن الدراسات أكدت أن تجاوز أربع أكواب في اليوم يؤدي إلى الزيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأعوية الدوموية بسبب الكافيين الزائد الذي يعزز ارتفاع ضغط الدم بعد ابتلاعه يمر من الأمعاء الدقيقة إلى الدم فيسرع معدل الدارفاز القلب ويحفز الجهاز العصب المركزي ويزيد من تدفق البول وإنتاج عصارة المعدة ويريح العضرات المساء مثل تلك التي في الأعوية الدموية والجهاز التنافسي الكافيين يزيد من إفراز عصارات المعدة الحمضية يجب تجنب المصابين بالقرحة من تناوله بعد الوجبة الغذائية حتى ولو كانت منزوعة الكافيين الشيء غالبا ما يكون أحسن الكافيين يمكن أن يزيد من ضغط الدم بشكل مؤقت ويسرع معدل الدربات القلب يجب شرب القاوة باعتدال من قبل مرضى القلب والمسنين ارتفاع استهلاك الكافيين أثناء الحمل يمكن أن يسبب الإجهاد أو الولادة المبكرة وكذا يجب تجنبه أثناء الرضاعة يتدخل الكافيين مع امتصاص الكالسيوم ويزيد من خطرها شاشة العظام وخاصة النساء المسنات يجب تناول المزيد من الألبان والحليب والأطعام الغنية بالكالسيوم يمكن أن تسرع مادة الكافستول في تخليق الكوليستيرول في الكبد ينطبق هذا بشكل خاص على القهوة الغير المصفات ورقيا والتي يتم تحضيرها بالتسريب التركي أو إسبريسو ترجمة نانسي قنقر